طالب الباتريارك الماروني بشارة الراعي المسؤولين اللبنانيين بالانتهاء من تأليف حكومة جديدة قبل الرابع من أغسطس المقبل الذي يوافق الذكرى الأولى لتفجير ميناء بيروت البحرية وأكد الباتريارك الماروني تطلع اللبنانيين إلى أن تجرى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد لتشكيل الحكومة غدا معربا عن أمله في أن تصفر الاستشارات عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يطق بها الشعب اللبناني ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار